موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار التنزيل فحياكم الله وبياكم ما زلنا في أسرار الحث والذكر في القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في سورة النساء أما في سورة محمد قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في حين قال في سورة المؤمنون أفلم يتدبروا القولة أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين فاستخدم يتدبروا في حين استخدم يتدبرون في موضعين آخرين كما ذكرنا فذلك لأن المقام حقيقة ننظر إلى المقام كما ذكرنا من قبل أن المقام هو السياق والذي يفرض استخدام هذه اللفظة ليكتمل اللوحة القرآنية وذلك الإبداع في التعبير القرآني فالمقام في الآيتين في سورة النساء ومحمد يحتاج إلى طول التدبر والتأمل لكن المقام في سورة المؤمنون يحتاج إلى عمق في التفكير ومبالغ فيه وهنا المقصود بطول التدبر والتأمل التدبر الفعلي الطويل الذي يؤدي إلى القناع العقلية عن طريق النظر في الحجج والاستدلال العقلي ونحو ذلك أما التعمق والمبالغة فهو التدبر القلبي الذي يحمل الإنسان على الانتقاض للعمل بمختضى ما يؤمن به ويسلم بصحته فأشبه ما نقول به هزة إيمانية عنيفة تنبعث من الأعماق لتصحح ما ينبغي تصحيحا من اعتقاد أو سلوك فهذا يحتاج إلى تعمق أما الأول يحتاج إلى طول تدبر وذلك لو ننظر إلى السياقين في سورة النساء قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن وهذه من ما يعرف اللغة بالتحضير يا ابن الكرام ألا تدنوا فتبصر ما قد حدثوك فما رائم بما سمع يا فلان ألا تنزل عندنا فهذا يحظ ويحث على أن ينزل فألا يتدبرون هو حث من الله تعالى للناس أن يتدبروا هذا القرآن الذي لو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا هنا النظر في القرآن ويبدو مختلف حقيقة يعني لأول وهل يحتاج إلى طول تدبر هنا يريد من التأمل طبعا هذا ينظر أو يتضح لنا من جهتين أو محورين الأول أن النظر شامل للقرآن كله على وجه العموم وليس في قسمه فقال أفلا يتدبرون القرآن إذن هو يريد التدبر الكامل للقرآن من ناحية أخرى هو النظر في عدم الاختلاف بينه بين آياته وتخريج ما يبدو مختلفا فجاء بلفظ يتدبر فهنا يريد التدبر العقلي والنظر الاستدلالي وهذا طبعا يحتاج إلى طول وقت وتدبر حتى أنت تفرق بين الآيات بمجمل القرآن الكريم وبين غيره في سورة محمد أيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إنه أيضا يحتاج إلى طول تدبر ونظر أيضا لأن قبل هذه الآية قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فهم مصابون بالصمم والعمى وعلى وعلى ذلك أن قلوبهم مقفلة أم على قلوب أقفالها والمصاب بالصمم والعمى يحتاج إلى تكرار التذكير يعني لا يمكن أنه تنفتح كل تلك الحواس المغلقة بآية لا يحتاج إلى طول تذكير إلى طول كما يقال طرق إلى كثرة الترداد لعله تفتح فإحتاج إلى طول تذكير وتطاول للوصول حتى يصل إلى إدراك صحيح وفهم سليم كما أن القلوب المقفلة تحتاج إلى أكثر من ذلك حتى تفتح ولا يعقل أن ذلك القفل يفتح بضربة واحدة فيحتاج إلى تكرار محاولات لتفتح هذه الأوصاف إذن كلها تستدعي طول التدبر وذلك أعطاها حرفا زائدا فقال أفلا يتدبرون القرآن فهنا استخدم لأن زيادة كما قلنا يحتاج إلى إما إلى إطالة في التفكير والتأمل ناسب إدراك أو اختيار هذه الكلمة دون يتدبر طبعا هذه من ناحية أخرى أفلا يتدبرون القرآن جعل القرآن كله أيضا موضوع تدبر هنا قال يتدبرون القرآن فلما كان القرآن كله موضوع تدبر يعني ليس قسم منه ليس جزء منه فهذا يحتاج أيضا إلى وقت فأنت لا يمكن أن تسع أو تدبر جميع القرآن بوقت قصير لذلك يحتاج أيضا استخدام هذه اللفظة والزيادة فيها ليناسب طول التدبر أيضا من ناحية الأوصاف التي تستبعد أيضا أو يعني الفهم ومن ناحية أيضا كثرة المتدبر وهو القرآن كله فالتدبر هنا عقلي كما يظهر ويتجلى لنا وذكر أن السبل إلى توصل العقل إلى الحكم الصحيح معطلة فالسمع معطل والبصر معطل والقلوب مقفلة فكيف يصل إذن إلى نور القرآن إلا إلى زيادة الطرق وهنا لا بد أن نقف إلى حقيقة أنه لما قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا القرآن كما أنه لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا أولئك المطهرون من الملائكة كذلك لا يمكن للعقل حين يشوش وللقلب حين يغلف فران أن يدرك معاني القرآن فيقرأ الصفحات نعم ويختم السور ويختم القرآن ويعدد ويكثر من ذلك العدد لكنه لا يلامس قلبه رب آية تمر على قلب العاقل اللبيب خير من قراءة السورة كاملة لأن العبرة بالآثار بينك وبين الله الله تعالى حين تصلي ينظر إلى آثار الصلاة في القلب فرب ركعتين خير من ألف ركعة ورب درهم سبق ألف درهم ورب سورة وصل أثرها إلى قلبك ازداد قربك من الله خير من أن تقرأ القرآن جميعا بدون وعي ولا تدبر لذلك كان لا تجد في القرآن حث على القراءة إلا تجد الحث على التدبر وهنا لأن القرآن حين يقرأ وإن الإنسان لا يصل إلى الله تعالى بقراءة القرآن بفهم وغير فهم لا شك في ذلك وله أجر بكل حرف عشر حسنات لكن هذه الزيادة إلى سبعمائة ضعف تكون حسب التدبر هذه الحسنات لما تتضاعف هذا الحد الأدنى لكن هذه الزيادة هي التي تدعو الإنسان إلى التدبر فكلما كان البال مجغول والعقل مغلق والقلب مغلق لا تصل أنوار القرآن إلى قلبه يعني كما أنه ولله المثل الأعلى أن النهار الشمس مشرقة والنهار يعني موجود إلا أن النوافذ مغلقة وبستائر عالية الدقة والإحكام والقوة بالتالي لا ينفذ من ذلك الضوء شيء إلى الغرفة مثلا لشدة الحاجز وغلظته ولذلك كلما اشتد الحاجز من الذنوب والغفلة لا تدخل أنوار لا تجد تلك الأنوار مجال للاختراق لا للسمع ولا للبصر ولا للقلب ولا للعقل لشدة الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وكلما خفت ذلك الإغلاق وانفتحت تلك المنافذ تجد القرآن يخترق تلك القلوب ويخترق تلك العقول فتشرق أنوارها على جوارحه وعلى قلبه رزقنا الله عز وجل تلك الأنوار وجعل إشراقها في العقل والقلب والعمل لكن تجد في موضع آخر في سورة المؤمن قال أفلم يتدبروا القولة أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين لم يقل أفلم يتدبروا القولة لأنه هنا أخذهم على عدم الله تعالى أخذهم بالعذاب على عدم مضاعفة التدبر وعدم المبالغ فيه من ناحية أخذهم أيضا من ناحية أخرى على عدم إعمال قلوبهم في التدبر فهم محتاجون إلى تدبر يوقظ ويحيي مواتها لا يحتاج إلى مجرد التدبر فالله أخذهم وعاتبهم والدليل على ذلك هنا أن العمل قلبي لا عمل عقلي أن هؤلاء كما أخبر الله تعالى يعرفون رسولهم ولا ينكرونه كما قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون يعني استفهام إنكاري هؤلاء كانوا كارهين للحق وهم لا يعملون بمختضاه مع معرفتهم إياه بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون وأنهم أيضا وصفهم متبعون للهوى لا لحكم العقل والمنطق ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن إذن هم لا يحتاجون إلى طول تدبر للوصول إلى معرفة الحق لأنهم يعرفون الحق يعني يعرفون الحق ويعرفون كما ذكر الله في أكثر من آية حتى جاءهم إلى هذا القول هم يحتاجون إلى ما يشفي قلوبهم من كراهية الحق أحيانا الحق واضح لكن إنسان يحمله على بغض الحق على عدم الحق هو المرض القلبي أنه يكره كما قالوا نعرف أن والله صادق أو كذاب ربيع خير من صادق مضر هم يعرفون الحق اليهود يعرفون أنه نبي ورسول المستكبرون يعرفون أنه الحق لكنها استكبرت قلوبهم عن الإذعاله فالمشكلة ليس مشكلة عقل يعني أن يعرف أو لا يعرف هو تجاوز كونه ويعرف فالمشكلة ليست عقلية في المعرفة لكن مشكلة في القلب لذلك القرآن الكريم لما أمرنا أن ندعو الله تعالى كل ركعة وليس كل صلاة بل نكررها في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي لم يقل غير اليهود والنصارى مع أن جل المفسرين يعني يحمله على هذا المحمل ولكنهم القرآن يريد دوما التوسع في المعنى لا يريد أشخاص بقدر ما يحكي مواقف ويجنب عباده أن يسلكوا مسالكهم فالمغضوب عليهم ولا الضالين هناك مسلكان لمن انحاز وانحرف عن طريق الذين أنعم الله عليهم قوم لم يعرفوا الحق واللتائهين لا يعرفون هذا الحق أم هذا الحق فظلوا يعني يترددون بين هذا الطريق وذاك الطريق حتى انقضت أعمارهم ومضت آجالهم وهم لا يعرفون الحق فهؤلاء الضالون الذين ندعو الله تعالى دوما أن لا نسلك مسلكهم ولا أن أحذو حذوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه هو قضى عمره مع كل هذا التعب إلا أنه انحرف عن الطريق كالذي يعني أنت مطالب أن يحضر وإذا به يسلك كل طريق ولا يصل إلى طريقك وقال والله أنا تعبت مشيت هذا الطريق كذا 100 كيلو ذاك ألف كيلو وقال أنا ما يعنيني أنا أنت مشيت في طريق خطأ وبالتالي أنت لم تصل إلى الغاية ربما هذا الذي وصل في طريق أقصر لكنه عرف أن هذا الطريق الحق فسلكه فوصل أما أنت ظلت تتخبط بين هذا الطريق وذاك الطريق فسلكت أضعاف مسلكه وصرفت أضعاف وقته ولكنك لم تبلغ غايتك الثاني لا هم عرفوا الطريق ولكن أحيانا الإنسان يحمله عناده واستكباره أن يذعن للحق كما فعل كثير من اليهود وفعل كثير من المشركين ولذلك هؤلاء يحذرن الله منهم ولا الضالين قال في الأول والثاني مغضوب عليهم الثاني طبعا شدوا عذابا لأنهم عرفوا الحق وانحرفوا عنه وبالتالي هذا اختضى كما قلت التدبر القلب للعقل على وعلى أنه قال أفلم يتدبر القولة ولم يقل أفلم يتدبر القرآن هناك التدبر للقرآن والقرآن كما نعرف كثيرا آياته وسوره وأقواله لكن هذا القول فالآية القول طبعا غير القرآن والقول قد يشمل الآية والآيتين فدعاهم إلى تدبر القول وهذا يتطلب أيضا وقت أقصر من أن يتدبر عموم القرآن فلما قصر من المتدبر قصر أيضا من التدبر ولما أطال في الآيتين الآخرتين فقال يتدبروا جعل القرآن كله أطال البناء فقال يتدبروا والله تعالى أعلى وأعلم وهذا أيضا سر القرآن وعجيب استخدامه لهذه الألفاظ قريب منه أيضا قوله تعالى في سورة الليل وسيجنب هل أتقى الذي يؤتي ماله يتزكى أما في عبسة قال وما يدريك لعله يتزكى الأول قال يتزكى والثاني قال يتزكى بالإبدال والإضغام لأن الآية الأولى جاءت في إيتاء المال الذي يؤتي ماله يتزكى وهو مستمر متطاول مدى العمر يعني هذا الذي فجاء بصيغة طوية للدلالة على الطول في الزمن في حين أن الثانية هي في الأعمى الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فعاتبه الله تعالى على ذلك حين قال عبسة وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى فالمدة مدة هذا الفعل أقصر هي مدة إيتاء المال أطول إذا هو جاء يعني يستفهم أو يسترشد في وقت من الأوقات فيزكى قلبه بذلك طبعا هذا أيضا من ناحية من ناحية أخرى أن التزكي الأول مقرون بإيتاء المال والتزكي الثاني مقرون بالخشية وطلب الذكر النافع قاله وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى والخشي أمر قلبي فاستعمل يتزكى لما هو طويل الأمد ودال على التدرج ولما اقترن أيضا بإيتاء المال والسعمل يتزكى لما هو عمل قلبي مقرون بالخشية والسعي إلى الذكر وهو نظير ما قلنا فيه يتدبر ويدبر قريب جدا مما ذكرنا قبل قليل وإيضا من ذلك قوله تعالى في البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أما في التوبة فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله وليحلف إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم الكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أي يتطهروا والله يحب المطهرين في الآية البقرة قال يحب المتطهرين في آية التوبة قال يحب المطهرين الآية الأولى جاءت في الطهر من الحيض والتطهر منه وهو متكرر متطاول في العمر يعني هو ليس حدث واحد فجاء على صيغة الفك لأن المدة أطول فراعاها أما في سورة التوبة فالتطهر كما قلنا أمر بدني بالنسبة إلى النساء والرجال فالنساء ينبغي أن يتطهرن من الحيض والرجال ينبغي أن يعتزلوا النساء حتى يتطهر أما آية التوبة فالتطهر فيه منظور إلى التطهر القلبي أولا لأنها نزلت في المنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله طعا هذا كل من فساد الباطن وسوء السرير ودنس القلب وقد قال الله فيهم وفي أضرابهم من المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم مما كانوا يكذبون فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بترك هذا المسجد وعدم القيام فيه وطالب منه القيام فيما أسس على التقوى ثم ذكر بإزاء أولئك المنافقين أصحاب القلوب التي دنست قلوبها ويعني ذكر أيضا مقابل كل أولئك الذين يدنست ذكر مقابلهم قل أولاس طهروا قلوبهم لله وأقبلوا على الله تعالى فقال بعد أن ذكر أولئك ذكر من يحب فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا هنا الله يحبهم أولئك المطهرين معناه أن الله يحب المبالغ في التطهر فاستعمل القرآن التطهر في الآية الأولى أي في البقرة للبدني واستعمله في الآية الثانية للقلب وهو أبلغ طبعا هذا من ناحية من ناحية أخرى أن الآية في عموم المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين أما الثانية فهي في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعمل الأبلغ للصحابة لأنهم أكملوا الناس طهار ظاهرا وباطنا واستعمل الصيغة الطويلة في المدة المتطاولة طبعا هذا أيضا نظير كما قلنا من قبل في يتزكى ويزكى ويتدبر ويتدبر يعني حتى نعرف أن القرآن في سياقه يخذ أسلوبا واحدا متناسقا تتجلى فيه عظمة الله تعالى وأسرار التنزيل في تعبيره وربما يقول يعني لماذا قال فيه رجال يحب أن يتطهروا أيضا جاء بالفك ولم يقول يطهروا نقول هنا أن الله تعالى جمع بين التطهر تطهر في القلب وتطهر في البدن حتى يكون أبلغ وأمدح من أن يذكرهما بنوع واحد فهو يحب المتطهرين جميعا ولحو ذلك ما استعمله القرآن فيه يتذكر ويتذكر فاستعمل يتذكر كما قلنا للتذكر العقلي ولما كان يحتاج إلى طول وقت واستعمل يتذكر لما كان فيه هزة للقلب وإيقاظ له ولما كان فيه مبالغ وقوة في التذكر فقال مثلا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى هنا التذكر عقلي لما عمله الإنسان في حياته وما عمله يستغرق عمره كله فهو تذكر أو تذكر يستغرق وقتا طويلا لأنه يتذكر ما سعاه في حياته هنا التذكر عقلي يعني كأنه يعمل شريط حياته كله لما تأتي القيامة أو لا يأتي الموت الإنسان في تلك اللحظة يستعرض حياة جميعا يستعرض المواقف لأنه الآن هو مقبل على الله تعالى يعني ولله المرثل أعلى كما أن الإنسان إذا جاءت النتيجة يتذكر أجوبت في الامتحانات هنا يتذكر مواقفه أعمال الخير أعمال الشر فيظل في وجل كيف سيحاسب الله على أعمال الشر كيف سيحاسبه على أعمال الخير هذا التذكر عقلي هنا ليس التذكر قلبي حتى يدفع إلى أن يعمل شيء لا هنا الموضوع انتهى يعني هو لا يذهب إلى العمل لأنه الآن فقط انتهى مقبل على نهاية الأمر وعلى نهاية حياته وبالتالي هو يستعرض ويستذكر حياته لأن الآن لا يوجد عمل حساب ولا عمل أما في سورة الفجر فقال وَجِيَئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِنْ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى هذه الآية أيضا نظير الآية السابقة فاستعمل يذكر فيها أيضا ونحوه أيضا قوله تعالى وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ في سورة فاطر وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمر طبعا هنا الإنسان يتذكر يعني في جهنم نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من نار جهنم ومما يقرب منها ونسأل الله تعالى وإياكم الجنة والفردوسة وما قرب إليها هم يسترخون في النار أي في جهنم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا وارجعنا إلى الدنيا كي نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل من السوء الخطاب يأتي أو لم نعمركم يعني ما عمرت في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير انتهى إذن هذا الجواب الآن الجزاء فذوقوا فما للظالمين من نصير نسأل الله العافية في سورة الرعد يعني هنا الأعذاء الله عز وجل يقول يعني بقيتم في الدنيا مدة طويلة كفاية كانت لكم للتذكر ولكنكم لم تتذكروا في سورة الرعد قال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب وهو تذكر أيضا يقوم على المحاكمة العقلية والمقصود بالآية أفمن يعلم يعلم كمن لا يعلم يعني كما الله تعالى يقول في الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وهذه الآية أيضا نظير الآية السابقة في المفاضلة بين الذي يعلم والذي لا يعلم وهو أمر عقلي فجاء بيتذكر أيضا لأن العلم يحتاج إلى النظر الطويل والتدرج في المعرفة استخدم أيضا هذه اللظر نظيره أيضا قوله تعالى ألم ترى في سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون والخلوص من المثل إلى موطن الحكمة والاتعاض وعقد الصلة بين المثل لما تضرب مثل حتى تخرج من المثل إلى الحكمة التي تريدها إلى المخاطب يحتاج إلى أن يقول تذكر وتأمل ومحاكمة عقلية فاستعمل أيضا يتذكرون له أيضا في سورة الزمر قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فهنا أيضا قال لعلهم يتذكرون كما قلنا في بداية الآية لأنه مثل مضروب والمثل يحتاج إلى محاكمة عقلية وطول نظر وإذا عقد بعد ضرب المثل يقول الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون يعني مع أنه محاكمة عقلية لن يهتدي بعضهم يعني مع أنها يحتاج إلى تذكر وتأمل بعضهم لا يهتدي إذن الموضوع في تذكر يحتاج إلى الوصول إلى العلم أمر عقلي يكون بالتعلم والنظر وهو نظير آيات العلم السابقة كلها في هذا فاستعمل يذكرون كما استعملها في الآيات السابقة غير أنه في آية الأنفال قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم فشرد في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون لم يقل يتذكرون هنا هؤلاء مرضى هؤلاء مرضى قلوب على قلوبهم إشكالية عظيمة كما ذكر الله ذكرهم إن شر الدواب إن شر الدواب عند الله الذين كفروا يعني سواهم يعني الدواب الذي يدبوا على الأرض لغة لكن هنا يعني كما قال الله تعالى في موطن آخر أولئك كالأنعام بل هم أضل فهلاء أضل الدواب على الأرض أولئك الذين ينقضون عهدهم في كل مرة يحتاجون هؤلاء إلى هزة حقيقية قلبية عنيفة يحتاجون إلى وسط يقرعهم وإلى عمل يذكرهم ويبالغ في تذكيرهم يحتاجون إلى كما نقول إلى سياط سياط إلهية تقرع أفعالهم وإلى أعمال تذكر حالهم يعني مطلوب هنا تذكر قلبي يرهبهم ويرعبهم هؤلاء لم ينتفعوا بالعقل والحجج والبرهان فأطلوا عقولهم فصاروا كالدواب يعني لهم قلوب لا يعقلون بها ولذلك سماهم الله دواب لما يعني الدابة لما تتكلم معها لا تنفع ينفع الكلام لا ينفع العظة ولا العبرة إلا بالسياط فسماهم شر الدواب هنا استعمل يذكرون للمبالغة في التذكر وأيضا التعمق فيه أيضا نظير استعمال ليذكرون يعني هكذا في سورة التوبة قال وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رسا إلى رسهم وماتوا وهم كافرون أعوذ بالله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون هذه الآية أيضا نظير الآية السابقة في مرضى القلوب ألا ترى أنه قال وأما الذين في قلوبهم مرض هذه الآيات الحقيقة التي أنزله الله تعالى ما زادتهم إلا رسا إلى رسهم فهم يحتاجون إلى يقضى قلبية كما نقول وإلى سياط وإلى هزة حقيقية وتذكير قلبي يوقظهم فاستعمل هنا يذكرون وقال أيضا في سورة الإسراء وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَتْذَكَّرُوا مَا قَالْ يَتْذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا أيضا هنا ذكر القرآن ما يزيدهم إلا نفورا كما يزيد أولئك رسا إلى رسهم يعني هذا نظير هذا صنف آخر وهو أيضا أمر قلبي محتاج إلى تذكر قلبي يوقظهم فاستعمل يذكر كما استعمله فيما سبق أيضا قوله تعالى في سورة آل عمران وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر ما قال يتذكر إلا أولو الألباب هنا القرآن ذكر أو ناس في قلوبهم زيغ يبتغون الفتنة ولا يريدون الوصول إلى الحق هؤلاء نظير أولئك مرضى القلوب الذين ذكرنا حالهم قبل قليل يحتاجون أيضا إلى يقضى قلبية إلى شفاء يلامس القلب مما ألم به من داء وإلى حاجتهم الحقيقية إلى أصلاح القلوب أكثر من إصلاح العقول ومثله أيضا ومن ذلك أيضا قوله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم في سورة آسين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم أما في سورة النمل فقال قالوا اطيرنا في الأول قال تطيرنا في سورة آسين في النمل قالوا اطيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون إلى آخر الآيات فلما استخدم أيضا في ياسين تطيرنا وفي النمل اطيرنا هنا أن التطير في النمل أشد مما في ياسين أشد بدليل أنه قالوا في ياسين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم فهددوهم بالرجم والعذاب أما في النمل فقد أقسموا وتعاهدوا على قتله وقتل أهله ومعنى ذلك أن التطير بلغ عندهم درجة أكبر وأشد مما في ياسين فجاء بما فيه زيادة مبالغة باللظ ومن الإبدال أيضا قوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون هنا أصلها يختصمون فأبدلت التاء صادا وأضغمت في الصاد فصار على هذا والتضعيف فيه يفيد كما قلنا القوة والتكثير والمبالغة أيضا هذا على سياق الآية للزيادة المبالغة والوق في حين أنه قال في موضع آخر في سورة الزمر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون من غير إبدال لأن الإختصام هنا أمام رب العالمين ولا يكون مثل الإختصام في الدنيا فالاختصام في الدنيا عام يشمل المخاصمات التي تستدعي القضاء والفصل بين المتخاصمين كما يشمل غيرها مما لا يستدعي قضاء ولا فصل أما الإختصام عند الرب سبحانه وتعالى فهو مما يستدعي القضاء والفصل فبالغ في البناء فيما استعمله في الدنيا بخلاف ما استعمله في الآخرة والله تعالى أعلى وأعلم أيضا القرآن الكريم قد يستعمل كلمة في موطن ثم يستعملها في موطن آخر مبدلا فيها حرف لغاية ولدلال أيضا ومن ذلك قوله مكة وبكة واللاتي واللائي وبسط وبسط ولحوها وكل ذلك لغرض وحكمة من ذلك قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم واندخله كان آمنا إلى نهاية الآية في سورة الفتح قال وَهَا الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ إِنْ بَعْدِي أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا طيب لما هنا في آية آل عمران قال بكة وفي الفتح قال مكة طبعا إرادها أيضا بالباء في آل عمران أن الآية في سياق الحج ولله على الناس حج البيت فجاء بالإسم بكة من اللفظ البك الدال على الزحام لأنه في الحج يبك الناس بعضهم بعضا أي يزدحم بعضهم بعضا وسبية بكة لأنهم يزدحمون فيها كما جاء في اللغة وليس السياق كذلك في آية الفتح فجاء بالإسم المشهور له يعني مكة بالميم لأنه وضع كل لفظة في السياق الذي يختضي هي تسمى مكة وتسمى بكة لما ذكر موضع الحج والزحام ذكر بكة لأن اللفظ راع المعنى وهو الناس يحجون إلى بيت الله تعالى فيختضي هناك الزحام لما ذكر موضع ليس له علاقة بالحج والازدحام إنما ذكر المكان فقط وليس السياق في باب الحج والزحام ذكرها بالإسم المشهور مكة وذلك أيضا ننظر قريب منه استعمال للات واللائي طبعا اللغة تحت من المعنين لو استعملها في خارج القرآن هذه اللفظة وتلك كان صحيحا ولا حرج لكن القرآن يراعي دقة الاستعمال وروعة اللفظة لتناسب المعنى في الأحزاب قالوا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم في سورة المجادلة أو المجادلة قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو قفور وقال في الطلاق واللائي يئسن من المحيظ من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجألهن أن يضعن حملهن وانتق الله يجعل له من أمره يسرى فقال في كل ذلك اللائي بالهمز في حين في سورة النساء قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقال أيضا بعد ذلك حرمت عليكم مهاتكم وأبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وقال في يوسف وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم أيضا غيرها من المواضع الملاحظ أيضا أن استعمال هاتين الكلمتين له استعمال خاص فاستعمل اللائي بالهمز في حالة الطلاق في حالة الظهار ولم يستعملها في غيرها وكان ذلك لثقل الهمزة فاستعمل الهمزة لثقلها للحالات الثقيلة والنادرة وهي حالات المفارقة بين الرجل والمرأة عن طريق الطلاق عن طريق الظهار أيضا ومن الطريق أن بناء اللائي وجرسها الموسيقي يوحي بذلك فكأنها مشتقة من اللأ وهو الإبطاء والاحتباس والجهد والمشقة والشدة والمظاهر والمطلق محتبس عن زوجته مبطئ عنها وأيضا فيه جهد يعني يصيب العائلة كلها والمشقة والشدة للطرفين فناسب حسن المناسبة في اللفظ والمعنى والاستعمال من ذلك أيضا قريب منه إبدال السين صادا في لفظتي بسطة وبسطة أما كلمة بسطة أي بالصاد وردت في سورة الأعراف في قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة وردت في سورة البقرة بالسين وقوله وزاده بسطة في العلم والجسم يعني هناك أمر أيضا معنوي أنها وردت بالسين في وصف طالوت فقال إن الله هصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ورد بسطاد في وصف قبيلة عاد قوم هود قال تعالى واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون طبعا طالوت إنما هو شخص واحد أما عاد فهي قبيلة ومن المعلوم أن الصاد أقوى من السين وأظهر فكان السين الذي هو أضعف أليق بالشخص الواحد والصاد الذي هو أقوى وأظهر أليق بالقرية وأما كلمة يبسط بالصاد فقد ورد في قوله والله يقبض ويبسط وسائر ما في القرآن يبسط بالسين في أكثر من عشرة مواضع لأن البسط في آية البقرة مطلق عام لا يخص شيء دون شيء أما في غيرها كما ذكرنا في عشرة مواضع هو مقيد ولا شك أن البسط المطلق أقوى من المقيد فهو يحتمل البسط في الرزق في الأنفس في الملك في كل شيء في العافية في الخيرات فجاء في الأقوى بالصاد وفي المقيد بالسين كما يعني ذكره بعض المفسرين يعني كما ذكره الزركشي والسيوطي أيضا يعني في كتوبهم في هذا الباب يعني جاء في البحر المحيط والله يقبض ويبسط أي يستب قوما ويعطي قوما أو يقتر ويوسع قاله الحسن أو يقبض الصدقات ويخلف البدل مبسوطة أو يقبض والله تعالى يعني هذه عامة الله تعالى يقبض ما يشاء ويبسط ما يشاء يقبض العافي أو يبسطها يقبض الرزق أو يبسطه يقبض الخير أو يبسطه وما بكم من نعمة فمن الله أي نعمة أي خير هو بيد الله عز وجل يستطيع أن يعطيكه ويستطيع أن يسلوبه منك كل شيء تعتقد فيه خير وكل شيء تعتقده شر الذي يملك كل ذلك دفعه أو رفعه أو جلبه والله ذلك كان من أعظم الذكر هو قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله فلا حول عما تكره أو لا حول عن أي شيء ولا قوة على فعل شيء إلا بالله تعالى وهذا الاعتقاد أيضا ناشي مع العمل هو لا يعني ليس فيه اتكالا بل توكلا عن الله تعالى ولذلك ترى مقدار الإطلاق في القبض والبسط بخلاف ما ورد في الآيات الأخرى تجده مقيدا في الرزق الله يبسط الرزق بالسيل لمن يشاء ويقدر موضوع خاص بالرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله يبسطها في الرعد والعنكبوت والإسراء إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في الروم الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء في مجال الريح فالبسط في غير آية البقرة كل ما تراه الآن هو مقيد وذلك جاء بالسين وللمطلق جعله بالصاد ومن ذلك أيضا إبدال الواوية والضم كسر كما في عتو وعتي أعتقد هذا يحتاج إن شاء الله نقلله في الحلقة لأنه فيه تطبيقات كثيرة لكن الذي يلامس القرآن حقيقة ويقرأ هذه يدرك أن الله تعالى حين يخاطب منا ليراعي كل ذلك حياتنا الدنيا أو حياتنا والتالي أن نأخذ من ذلك نعلم حقيقة أن الله لما يكرر تكرار أن الرزق بيد الله عز وجل في هذه المواطن كلها ليلفتنا إلى حقيقة أنه لا تخضعنا لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين واستمطر الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون كثير من الناس يتخلى عن دينه لأجل الرزق وكثير من الناس يتخلى عن ربه لأجل الرزق إذا يقول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم طيب عبد الدينار يعني هذا عبد غير الله نعم يعني كما أن الله ذكر عبداللاتي والعزة وعبد الشمس والكواكب ونالك عبيد لغيرهم أولئك الذين عبدوا الدينار فتخلوا عن كل شيء لأجله وعبد الدرهم فتخلوا عن كل حقيقة لأجله تخلوا عن الله عن الدين عن الأهل عن كل شيء من الخيرات لأجل المال فقال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس وانتكس يعني هذا خطاب منه عليه الصلاة والسلام بشدة وقسوة لأنه متى ضعف الإيمان بالله قوي الإيمان بالخلق يعني أنت لما تضعف أن الله هو الذي يرزق رح تتعلق بالخلق فتتملق لهذا المسؤول تتملق لهذا الشخص الغني تتملق له فتتخلى عن مبادئك ودينك وأخلاقك وتتخلى عن كل شيء لأجل الرزق لأنك تعتقد باعتقاد باطل أن الرزق بيده فإذا قطعه عنك قطع عنك وإذا منعه عنك منع عنك فمتجوع ومتضمأ وبالتالي انقطع عنك كل خير ونسيت أن الذي رزقه هو الذي يرزقك وأن الذي أعطاه هو الذي يعطيك وأن الذي منع سواك هو الله وبالتالي هذا الاعتقاد هو الذي يكرره الله في مواضع كثيرة في كل موضع يكرره في كل موضع يجد فيه المؤمن يعني كلما قلب آيات القرآن لا يتكاد تمر عليه صفحات حتى يقرأ يبسط الرزقة لمن يشاء لمن يشاء فالأمر بيده تعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع بدون أن تمر علينا هذه الآيات ولا نتدبرها ولا نؤمن بها هنا خلل لذلك دوما نتذكر في هذه اللحظات وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا عن طريق وصيته لابن عباس واعلم أن ما أخطأك من الرزق من الخير من كل شيء لم يكن ليصيبك يعني الذي الرزق الشفت راح يجع عليك وبعدين راح المحلل بصفك راح السيارة ليمك راح لغيرك راح للموظف سواك لو الدنيا كلها رادة تحرف هذا الخير الذي لغيرك إليك ما يجي وما أصابك من الخير لو الدنيا قلت والله لو مفلان لو مفلان حتى النبي وراها إيش قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك هذا الخير الذي جاك أو جل غيرك ينفعوه يحولوه إليك ما يستطعوه والاجتمع على أن يضروك أيضا الضر الذي أصابه لبصفك واليمك واللغات من يمك لو تفزع والله لو مو كذا أنه لو النبي عليه الصلاة والسلام يقول تفتح عمل الشيطان لو تفتح عمل الشيطان وذلك يقول لنا قل قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل اللهم إنا نسألك خير ما قدرت نسألك اللهم خير ما أعطيت نعوذ بك من شر ما قضيت نسألك اللهم برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين ألا تحولنا إلا إلى ما يرضيك وأن لا تبعد عنا العافية نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة نعوذ برضاك من صخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة